بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى المولد الزمالك بطل الدورة آه لسه فاضل ثلاث مطشات مطشات صعبة بس احنا بنقول على تعادل النادي الاهلي النهاردة ومطشد اسماعيل بقى الفرق اربعة بنت اعتقد ان كده الزمالك هيموت نفسه المطشين اللي جايين عشان ياخد الدورة واعتقد النهاردة بفوز نادي الزمالك كده بنسبة 75% حسم البطولة بس ده مش شرط لان فيه ثلاث مطشات قصارة تقهرب الدنيا تاني تعادل يقهرب الدنيا تاني انما لعبت الاهلي انا عارف عملوا النهاردة كل حاجة بس كان فيه اخطابوت اسمه محمد بسام احنا بنكلم عن مطشين خلي بالكو احنا بنكلم لان كنا بنحول كده شوية وكده شوية لان ما عندناش الامكانيات ان احنا نتفرج على الشاشتين كل ما نحاول نلاقي محمد بسام بي طلع يعني على الارض انفراض يا اما كرة صعبة يا اما كرة بالدماغ يعني كل ما نحاول نلاقي النادي الالف التمنتاشر ولكن النهاردة اقدر اقول ل نسبة يعني 75% ان الزمالك بطل الدور عايز اقول حاجة تاني النهاردة الاثنين مدربين محدش هيقولك التغييرات ومحدش هيقولك التشكيل لا هو ربنا كاتب وربنا راسم الرسمة دي ان النهاردة الزمالك يكسب ودي دجلة والاهل يتعادل مع طلع الجيش النهاردة رحميد بسوني بيعمل مباراة وعلى فكرة مضيع كتير يعني بتاعت احمد سمير وبتاعت ناصر منسي طبعا الاهل يعني مضيع فرص بالجملة مع الهنين بس بنقولك ممكن يخسر كمان الكهر اللي هي الهجمات المرتدة كان لها دور كبير اول وعلى الناحية الثانية الزمالك طبعا بلاعب ودي دجلة ودي دجلة فرقة بتنافس على الوبوط وعايزة تكسب عشان تقرب شوية عشان لسه يبقالها امل والكلام ده اعتقد النهاردة بعد الخسارة يبقى كده وضح تماما ان ودي دجلة والانتاج الحارب الغايد دلوقتي هم اللي يعتبر في القاع وبرضو لسه التلات مطشوات اللي جايين ها اما نشوف الدنيا يحصل فاعد على العموم احنا مباراة سواء ان تلاقي الجيش اللي هيحسم اللقاء الجمعة اللي جاي اللي هو مباراة السيراميكا والنادي المصري النهاردة حسم نص المشوار لنادي الزمالك او ثلاث تربع المشوار فلسه برضو القرى فيها كل حاجة القرى ممكن لقدر الله العيدة الزمالك تتهاون تخسل المطش اللي جاي ترجع عريمة لحدتها القديمة النادي الاهلي يبقى فيه استفاقه يبقى فيه رجوع تاني بس اعتقد ان بعد النهاردة ان سواء النادي الاهلي يخش المباراة المصري ومعنوياته في الارض بعد التعادل واكيد نادي الزمالك بعد التعادل النادي الاهلي يفوزه على الوادي دجلة يخش معنوياته في السنة عايزين نقول بقى للناس اللي هي بتقولك بيفوت وده بيفوت وده بيفوت الفتنة ومش الفتنة والله ما حد بيعمل فتنة غير قنوات معينة واعلامين معينين هما اللي خلوا الدور يولع كده وخلوا الفتنة تزيد الفترة الاخيرة انما هو ربنا رأي اللي نادي الزمالك بكل حال من الاحوال ان ياخد دور السنة عشان فيه كان ظلم كتير اوي وفيه حاجات كتير اوي المهم يعني فده مش يعني دوره هيبقى غالي جدا لنادي الزمالك بعد الحروب اللي حصلت له طول الموسم من اول الموسم لغد الوقت فلما ياخد دوره زي ده بغد نظر بقى النادي الاهلي اللي هو مستقر واخد بطولة افريقيا مرتين واخد مصري السنة هنا قدBER tube احنا غدونا بس نقول للناس ان احنا ده مادر مادر ضبط 30 لا تلوم語 على عد الزمالك لا تلوم語 على عد الزمالك لجهاز الزمالك الفني ما تلوم لجهاز النادي الاهل. انما اللي يفوت والكلام ده اعتقد انه مش فكرة انه كل المدربين وكل اللعبة اكل عيشهم اللي هو كرة القدم فمحدش هيفوت لان انا ممكن كلاعيب هروح نادي السنة الجاية فلو انا فوت بقى النادي ده مش هاخدني لان اقولك ده اللعب ده بيفوت او المدرب ده بيفوت. فاحنا عايزين نبطل النغة بتاعت السوشيال ميديا زي مثلا يعني هتكلم في الموضوع النهاردة مثلا محمود احمد علاق ومحمود علاق اتجوز وراح النهاردة امبارح تدريبات الاهلي ولبس فنلة الاهلي والكلام ده. لا ده عمر جمال يكمل له مضى اول امبارح في النادي الاهلي والجد التاني للنادي الاهلي لا هيسيب المطش والكلام ده. يجي عن ناحية التانية لا اصل عبد المنصف اللي هو حارس مش عارف ايش كبالة كاللو. ما تبطلوا بقى جدعان هاري. ما تبطلوا رخامة بقى كل واحد مش من هنا راح هنا هيسيب. ده هو هيموت نفسه اكتر من اللعيب اللي هو ملعبش اهل وزمالك. انا بقول له عن حاجة يعني الواحد عارفها وحسسها. لما بيمشي من اهل وزمالك بيبقى حقد على النادي واللعيبة. اكسم بالله. بيبقى مفيش حاجة يسمح النية لان هو في يوم الايم يقول لك انا كنت هنا مشوني ليه. فلا يستاهلوا ده انا هموت نفسي. زي النهاردة عمر جمال مثلا. زي النهاردة عب منصف. عب منصف النهاردة مطلع كورتين يعني لو دخلوا جوان ما حدش اقول له بهم. والجون اللي دخل فيه يعني لو فيه تلات حراس واقفين هيخش فيهم بردو. لو التلاتة واقفين. عايزين نبطل النغم ديء عشان احنا مش عايزين البلد تولى. احنا عايزين استقرار. خلاص. الزمالك خد الدوري الف مبروك. الغالي خد الدوري الف مبروك. خلاص ما فيش مشكلة. انما احنا مش عايزين نسيب رواسط وان الفتنة تبقى لشعب مصري. جمهور الغالي وجمهور الزمالك. لا احنا عايزين نبطل القصص دي. اللي يكسب مبروك. اللي يخسر هارض لك. وما يلومش اللي نفسه. ده اخر كلام بقوله. ومبروك لنادي الزمالك وجماهيره هارض لك لجماهير النادي الغالي. ولازم بقى يا كابتل محمود يا خطيب. لازم. واقفة معا. انا قلت. كل اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني. حصل. بتولك الدوري. عشان نادي الزمالك. لو حصل فيه كلام. هيبقى فيه علامات الاستفام على موسيماني. انت بقى عايز تقعده. انت حر. عايز تمشي. انت حر. اقرب ملعبك يا كابتل محمود. والله ده اسهل دوري. النادي الغالي يخسره. ده اسهل دوري النادي الغالي يخسره. فكر في الكلام كويس. وقدامك من هنا التلات ماتشات. وبعد كده. يعني انا من رأيي بالفرقة اللي موجودة دي. عايزة واحد زفايلر. الله يرحم ايامك.